غير العجلة، غير الفرامل، غير مش عارف ايه اللوز اللوز دي هتزبط معاً عملت بقى تسع عمليات؟ تسع عمليات طبعاً عملت تسع عمليات في روباتي ستة في اليمين وتلتة في الشمال أثرت بقى عليك بقى مستقبل طبعاً بعد بقى عندي 27 سنة بدأت الدنيا تبقى صعبة شوية لكن لما رجعت مطش التراجي كنت عامل روبات صليب فعملت العمليات من واحد ستة ومن نعم ربنا علي أن مفيش عملية عملها لازم أرجع على حدث ما شاء الله يعني أرجعي ما هو ده الرزق يا سيد أهو الجولة أهو الجولة يعني أنا جبتي جولد شابه هو في كانون يا ويندي من نص الملعب من نص الملعب بس دي كانت على الأرض هي بتاع دي كانت أنا أزئيتها قدامي وحطتها إنما دي دي صعبة قوي دي أنا واخد فيها القرار على فكرة اللي هناك ده شيتوس وأنا بشطها وأنا بشطها عملي يتكلم كده فيقول لي بتعمل إيها كابتن ساي؟ بتعمل إيها ساي؟ ماشا جيتس وأنا بشطها أنا بشطها يعني أنت كنت واخد قرار حتشط أنا واخد قرار يا بص لو جات من الزاوية مفتوحة شوية هتلاقيني روح تواخد خطوة لجوه يعني أنا خدت خطوة لجوه بص هتلاقيني دخلت جوه كده وصلت نفسك دخلت جوه بعدت عن اللاعب نفسه أنا بعدت عن... لا أنا دخلت جوه لأنني توقعت أن تتلعب بدماغي أيو عشانا أنا مالت مساحل نفسك بعيد عن اللاعب كمان لما هو لعب بدماغيو أنا توقعت أن هتيجي على سدري فحطها على سدري وبعدين منازلة أو مشيطها يعني هو هي بتتلعب من واق الجمعة تمام؟ من الأول خلص كده هتلاقيني أنا روح تدخل خطوة لجوه كده يعني أنا ببرر روح تدخل خطوة لجوه لأني ده واضح أنه هو راكب الكرة خلاص هيخدها من علي إبراهيم بس أنا توقعت أنه هو لما هي لعبها هيلعبها في مستوى سدري فهيخدها على سدري وبعدين روح مشيطها انت خدتها فرس طايم على طول لأني ما جاتش على سدري وهو ده بقى التوفيق بقى ده التوفيق وبعدين ممشتش زي ما أنا عايز خلي بالك كمان اه طبعا يعني أنا كنت عايز انت عارف حالك يعني وإحنا إنت بتعملها كده اوه فبتروح زي السهم ايوة ايوة لكنك بتضرب سهم كده وبتعمل جربك في الهواء في الهواء وتنزل ورا الجول زي كرة حضرتك اللي انت شتها الزبط كده نزلت ورا الجول على طول اه 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 انا كنت عايزها كده عايزت تنزج ورا الجول هي رح تمشي على وش رجلي بس مشت فيها قوة عشان كده الجول ما شافهاش هو اتعامل انا انا اشوف ان هو اتعامل معاها اتعامل ومش جيد يعني هي مش صعبة استسيلها يعني اه طبعا هي مش صعبة لان هو لو خد خطوط بس الحركة اه نائل للحركة نائل رجلي الشمال لجوه بسرعة يطلحها سهلة جدا يعني كان ليك بصمة في مبارات النهائي مع سان داونز اه محدش فاكر الجلدة وفاكرين الجلدة المعاني ده قبل النهائي انا فاكر طبعا سان داونز احكي لنا ايه البصمة اللي انت عملتها وفاكرها وبش نسيها لحد هذه اللحظة احنا بنتكلم فيها كابتن صالح السليم الله يرحمه الله يرحمه قبله ماتش الطرق ده اللي احنا جبني فيه جول فاللي انا جبت فيه جول ده اكتبع بينا دي كانت بتالي دي كانت احلى بطولة ليك اه طبعا طبعا دي من اغلى البطولات اوه فاجتمع بينا وقال لنا انا اواثق فيك وكل حاجة وقال لنا عبارة وسعيتها برضو يعني عبارة للتاريخ الحقيقة اللي هي ايه قال لنا الانتماء دلوقتي ان انت هتديني قد ايه مش تقول بس هتديني هتديني قد ايه العطاء بتاعك هبعمل ازاي في مشوارك كل ولا في مبارات لا في اللي جاي الانتماء بتاعك اللي انت تعمله بقا مش ت horque تقولي انا منتمي انا منتمي انا منتمي انا منتمي انا學 هتديني ايه بقا المقابل بتاعها المقابل ده ف الملعب بقى اشوف اشوف باقى من التزامك اشوف من ضباطك اشوف من لعبك تمام قبل ما عطش التلاقي دا كنت ذائر شيء بتاع ساند وان restaurant ه لازد حاجة انا وفاروق كنت عن joining في قضاء واحدة بالجل انت توقعتها انا وفروغ انا بقوله ان انا هروح ناحية اليمين كنت ولعب ناحية اليمين طبعا فقولت له فروغ انا هروح ناحية اليمين بقى وفروغ ده اللي بيلعبها اه وهلعب هالك فروغ بيلعب بدماغك كويس اه طبعا فهلعب هالك فانت تلعب بدماغك بقى العكست اتعكست في المطش فروغ اللي عمله ولا لعبت بدماغك بس لو عارف من اللي زقني انا جبت ست جوال بس في حياتي بدماغي ست جوال بس بس في مشوارك كله جبتك كم جوئة سجلتك كم هدف يعني أنا كنت حاجة مثلا 40-41 اللي بيتكتب دلوقتي أنا ما عنديش طبعا حاجة حصية جابنا بيتكتب مش عابل حاجة و30 يعني طيب قبل ما أطلع فاصل وعندي سؤال مهم قوي والسؤال ده مباراة مباراة العمر مباراة سايبة أثارها لحد هذه اللحظة مباراة ستة واحد ضد الزمالك انت لعبت المباراة دي عشت ليلة المباراة دي ازاي قبل ما تجاوب هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجال